اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مجال الدفاع والامن ومكافحة الارهاب الى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة الى مصر واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال ناقش الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة جلاكسكول للدورة القادمة لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ حيث تم التوافق على ضرورة تعزيز التنصيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج ايجابية من هذه الدورة كما تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا الى اجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري بالاضافة الى اهمية خروج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات لسيما في ظل الواقع الاقليمي المضطرب في المنطقة وخلال لقائه السنة روبرت مندنيانس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان رئيس السيسي اكد دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط اعمالية السلام واستئناف المفاوضات وموقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولي اعلن الجيش اللبناني توقيف تسعة اشخاص بينهم سوري بعد احداث العنف التي وقعت في العاصمة بيروت وفي بيان له اعلن الجيش اللبناني انه اثناء توجه عدد من المحتجين الى منطقة العدلية للاعتصام جارت اشتباكات وتبادل لاطلاق النار ما ادى الى مقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين بجروح وجددت قيادة الجيش اللبناني تأكيدها على عدم التهاون مع اي مسلح فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات اكد ناطق باسم مجلس الوزراء العراقية حسن ناظم ان الاعترافة الدولية بالانتخابات هو دليل نزاهتها وقال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان نجاح الانتخابات يعد نصرا للجميع مشيرا الى ان الاستحقاق الانتخابي كان يمثل اولى اهداف الحكومة وانجزته بنجاح وباعتراف دولي اظهر احصاء لرايترز ان اصابات كورونا العالمية تقترب من 240 مليون وبحسب الاحصاءات فقد وصل اجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس الى اكثر من خمسة ملايين وثمانمائة وثمانية وخمسين الفا وقد تم تسجيل الاصابات بالفيروس في اكثر من مائتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف اولى حالات الاصابة في الصين في ديسمبر 2019 نقل الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلانتون لمستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في اصابته بعدوى في الدم وقالت شبكة سيانانا الاخبارية ان كلانتون يعالج في وحدة للعناية المركزة في ولاية كاليفورنيا واشار متحدث باسم كلانتون الى ان الرئيس الاسبق الذي يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما يعالج من عدوى لا تتعلق بالاصابة بالفيروس كورونا وهو بحالة جيدة اصدرت سلطات جزيرة لابالما احدى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الاطلسي اوامر باجلاء ثلاثمائة شخص اخرين من منازلهم بعد ان غطت الحمام البركانية المتضفقة المزيد من الاراضي وبذلك يرتفع عدد من تم اجلائهم من الجزيرة جراء ثوران بوركان لا يزال مستمرا الى اكثر من سبعة الف شخص والحمام المتضفقة الان اكثر لهيبا عن ذي قبل بدرجة حرارة تبلغ نحو 1200 درجة مئوية كما ان طبقتها صارت اقل سمكا واكثر سرعة وللمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعتنا على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم انا ساري عبدالله شكرا على طيب المتابعة الى اللقاء